بلغت استثمارات المملكة في وضنات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 169 مليار و 900 مليون دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي وذلك مقابل 171 مليار دولار و 300 مليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي ومسجلة تراجعا بـ 18% وبما يعادل مليار و 400 مليون دولار خلال شهر ووفقا إلى بينات وزارة الخزانة الأمريكية ارتفع رصيد المملكة من سندات وضن الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية نوفمبر الماضي وبنسبة 15% وبما يعادل 22 مليار و 300 مليون دولار وذلك مقارنة برصيدها بنهاية شهر نوفمبر من العام 2017 والبالغ 147 مليار و 600 مليون دولار لتحتل المملكة بذلك المرتبة 11 بين كبار المستثمرين في سندات وضن الخزانة الأمريكية